أهلا بكم من التفاصيل ولأن المناسبة الشرط اختارت وزارة الداخلية عقد اجتماع لأطورها بالموازات مع الاحتفالة بذكرى عيد العرش حيث عقد وزير الداخلية اليوم بتطوان لقاء عمل مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات مقاطعة المملكة وأطور الإدارة المركزية للوزارة الداخلية تم خلاله استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والارتقاء إلى مرحلة جديدة وفتح أفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى سعيد أجانع استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش والقائم على الجدية في العمل هو الهدف الرئيسي لاجتماع وزير الداخلية بولاة جهات المملكة ومجموعة من المسؤولين الآخرين حيث كان الإجمع على جعل مضامين خطاب عيد العرش خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الخارجية من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والارتقاء إلى مرحلة جديدة مع ضرورة تأهيل وتعزيز دور المصارح الترابية لوزارة الداخلية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق مخطط وأهداف واضحة بشكل يجعل منها أداة قادرة على مجابهة جميع تحديات المرحلة كما تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة واستحضار النتائج الهامة التي يتم تحقيقها باستمرار من طرف المصالح الأمنية سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد أو على مستوى محاربة جميع أنواع الجرائم كما تم التطرق من جهة أخرى إلى السبول والآليات الكفيلة بتنزيل كافة التوجيهات المولوية السامية بشأن الأوراش الحيوية والتي هي في طور التنفيذ على رأسها ورش الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري فضلا عن مناقشة بعض التحديات الملحة كإشكالية الإجهاد المائية التي تعاني منها بلادنا في السنوات الأخيرة